خبر سعيد شاركو حساب الديوان الملكي الهاشمي خلال تهنئة الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن بخطبته من الأنسة رجوة خالد بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله وتمت قراءة الفاتحة في منزل والد الأنسة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن ابن طلال والأمير هاشم ابن عبد الله الثاني والأمير علي ابن الحسين والأمير هاشم ابن الحسين وعدد من أفراد أسرة آل سيف وفي أول تعليق للملكة رانيا على خطوبة ابنها ولي العهد كتبت على حسابها تويتر رجوت الله مثلي مثل كل أم أن يرزقك الخير وأن تجد من تحب فجاءت رجوة مبارك لابن الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير وعن خطيبة ولي عهد الأردن الأنسة رجوة ولدت رجوة بنت خالد في 28 إبريل عام 1994 والدها هو خالد ابن مسعد ابن سيف ابن عبد العزيز آلي سيف وولدتها عزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانة تلقت دراستها السنوية في السعودية وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر